تجسيداً لروح الطلاق المسيحي الإسلامي في وطننا العزيز وبمناسبة عيد البشارة وتكريماً للأم التي أعطتها السماء كرامة وتكريماً رعى سماحة قاضي القضاء الدكتور عبد الكريم الخصاونة الاحتفال الذي نظمه مركز التعايش الديني في عمان تفاصيل أوفا في التقرير التالي بمناسبة عيد البشارة ويوم الأم والكرامة رعى سماحة الدكتور عبد الكريم الخصاوني قاضي القضاء في المملكة الاحتفال الذي نظمه المركز الأردني لبحوث التعايش الديني لتكريم عدد من الأمهات ومن بينهن أمهات الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة دفاعاً عن الوطن وكرامته ابتدأ الاحتفال بكلمة ترحيبية ألقاها الدكتور حمدي مراد عضو هيئة تأسيس وإدارة المركز الأردني لبحوث التعايش الديني حيث رحب بالرعاية الكريمة والحضور الكريم لهذه الفعالية التي جاءت بمناسبة عيد يحتفل به كافة أطياف المجتمع المسيحي والإسلامي عيد بشارة السيدة مريم العدراء يوم اصطفاها الله من بين نساء العالم لتكون أماً للسيد المسيح وأيضاً تكريماً لأمهات الشهداء الذين قضوا أرواحهم دفاعاً عن الحق والكرامة أما رعي الاحتفال الشيخ الخصاوني فقد ثمن في كلمته هذه المبادرة التي تجسد روح التلاقي المسيح الإسلامي في وطننا وتكريماً للأم التي أعطتها السماء كرامة وتكريماً في مناسبتين كريمتين نعتز بهما ونفتخر وهما يوم الكرامة ويوم الأم عيد الكرامة وعيد الأم استغل هاتين المناسبتين لتكريم الشهداء وتكريم الأمهات وهذا شيء طيب من الأب نبيل لاهتمامه بهذه المناسبات الوطنية التي يشعر بها كما أسس هذا المركز على محبة الأردن ومحبة قيادته الهاشمية ومحبة أبناء الأردن ومنات الأردن ولذلك هذه المناسبة نعتز ونفتخر بها ولا نسعنا إلا أن نقدم الشكر الجزيل للأب نبيل حداد والدكتور حمد مراد والحضور الكرام بارك الله فيكم وقال الأب نبيل حداد رئيس المركز الأردني لبحوث التعايش الديني نلتقي هنا في هذا اليوم بالذات الذي يحتفل فيه المسيحيون بتكريم السيد العذراء مريم والذي يصادف عيد بشارتها عندما جاءها الملاك جبرائيل ليعلن أنها ستكون أما للسيد المسيح الذي سيولد منها ولادة عجائبية وفي هذا العيد عيد البشارة كما في ذكر الكرامة وكما في عيد الأم نبقى أصحاب سلوك التوحد ونهج الوحدة في وطننا الذي سيبقى قدوة ونموذجا في الوئام والمحبة وشكر الأب حداد سماحة قاضي القضاء على تفضله برعاية هذا اللقاء الودي المتميز في مكانه وزمانه بل وفي معناه عندما أسس مركز التعايش الديني ببركة سيدنا سنة 2003 جلس في هذا المكان أيضاً صاحب سماحة شرواك يا سيدي ويعطيك العمر والصحة أستاذنا وأبونا سماحة الشيخ الراحل عز الدين الخطيب التميمي الذي كان لأخي حمدي ولي شخصياً كان لنا معلماً وشيخاً بل وأباً فليس غريباً أخواتي إخواني ليس غريباً أن نلتقي هنا في هذا في هذا المكان وهذه القاعة حضرها وجلس فيها وزارها وتحدث فيها الملك المؤسس عبد الله الأول وكان جليسه المطران المثلث الرحمة بولو السلمان المدفون هنا اليوم الخامس والعشرين من آذار اذ ذكروا خمس وعشرين آذار في كل عام هو عيد يكرم فيه إخوتكم المسيحيون أمنا وسيدتنا العذراء مريم ببشارتها واليوم نجتمع حول هذه الملتقة الملتقة الروحي والإنساني والحبي للأمومة أنتم الأمهات مجرد الأم هي تستحق التكريم فما بالك إذا كانت هذه الأم والدة لشهيد إلها كرامة الأم ولها كرامة أم الشهيد وإلها كرامة الوطن وإلها كرامة التضحية وإلها كرامة الحب إحنا بنعيد عليكم نقول كل عام أنتم بخير في هذا المكان الذي شئناه في المركز الأردني لبحوث التعايش الديني ليكون عنوانا يحمل معنى القداسة والرتابة والمحبة واللطف والرحمة التي تحمله الرسالات السماوية مسيحية وإسلامية ونحن في هذا الوطن الحبيب نعتز بقيادته الهاشمية المباركة سليلة الدوحة النبوية الشريفة وأخوة الأنبياء والمرسلين ونعتز كذلك في هذا الوطن أن المسلمين والمسيحيين فيه أسرة واحدة ونأبى في هذا الوطن إلا أن نظل نجدد معنى الأسرة الواحدة ونكرم من يستحقون التكريم فمهما كان التكريم فسيظل جزءا مما يكون الاستحقاق له لأمثالكم أيتها الفضليات وأيها الأحباب حضر الاحتفال عدد من الشخصيات الإعلامية والمجتمعية المميزة وأهالي وأسر أمهات الشهداء الذين حضروا من كافة مدن المملكة وفي الختام قامت الأمهات بقطع كعكة العيد وتم توزيع الدروع التكريمية لعدد من أمهات الشهداء وأمهات لهن إسهامات متميزة في رسالة وتقدم الوطن ونهضة المجتمع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر